فيما يخص حدود الصفحة حدود الصفحة المقصود بها الإطارات إطار الصفحة وعدنا عدة أنواع من الحدود النوع الأول اللي هو بلا طبعا بلا يعني بلا حدود النوع الأول اللي هو النمط النمط المقصود الحدود النمطية أو الحدود الخطية طبعا نقدر نختار أحد هذه الخطوط من خلال هذا السلايدر دني مجموعة خطوط مثلا هذا الخط وموافق نلاحظ أنه صار عدي إطار نمطي أو خطي وطبعا نقدر من خلال اللون من خلال هذا اللون نقدر نمطي لون مثلا لون أحمر للإطار ومثل ما تلاحظون صار عدي إطار نمطي جميل وبسيط وبلون أحمر أو ممكن يكون بلون أزرق أو مثلا أخضر مثل ما تلاحظون هذا الإطار الجميل هذا فيما يخص الحدود النمطية عندنا الحدود طبعا العرض هنا قبل أن ننتقل لحدود الصوارية عندنا العرض العرض المقصود به لهو سمك سمك الإطار مثلا هذا الخيار اللي هو أربع بوينت خمسة نقطة هذا أربع بوينت خمسة نقطة وموافق مثل ما تلاحظون أنه صار عدي هذا الإطار جميل جدا وبسميك وبسمك عريض أقدر يعني أعتبره كإطار جميل النوع الآخر اللي هو رسم صورة رسم صورة يعني مقصود به حدود صورية وطبعا عدي مجموعة صور مثل ما تلاحظون موافق صار عدي هذا الإطار على شكل هذه التفواحة مثلا أو طبعا نقدر مجموعة صور هنا نقدر نختار أي صورة مثلا باعتبار أنه رح يجينا عيد الميلاد مثلا هذه شجرة الأرز أو مثلا نختار مثلا هذا قلب الحب مثلا وهكذا طبعا فيما يخص العرض العرض اللي هو المقصود بسمك الإطار الصوري بس هنا أنا أكفد ملاحظة أنه الإطار الصوري لا يمكن تغيير لونه الإطار النمطي فقط نقدر نغير شوفوا هنا أنا اللون عدنا غير مفاعل ليش النوع الإطار اللي احنا مختاريه هو إطار صوري وطبعا نقدر نختار حجم أكبر حتى يكون الإطار بشكل أسمك فيما يخص إزالة الإطار عدنا الخيار هنا بلا الخيار بلا المقصود به هو إزالة الإطار وموافق هنا صار عدنا الصفحة بدون إطار طبعا أكبر ملاحظة طبعا نقدر نضيف إطارات صورية بشكل جميل جدا على شكل صورة طبعا هاي الإطارات الصورية موجودة بالجوجل مثلا بس نكتب فقط براويز أو براويز إسلامية راح نشوف الملايين والآلاف من الإطارات مثلا أنا حملت إطار جميل طبعا شون نضيف هذا الإطار بعد ما نعلاق بالأمر حدود الصفحة من خلال إدراج مثل ما تعلمنا صورة وراح نختار مثلا هذا الإطار ومثل ما تعلمنا كلك أيمن والتفاف النص ونختار أمام النص حتى نتحكم به وراح أخلي به المكان بعدين نكبر حجم الإطار حتى يكون على كبر الصفحة وحتى أكتب كتابة فيها المنتصف يفضل أستخدم مربع نص أستخدم مربع نص مثل ما تعلمنا وأضيف النص اللي أنا أريده وليكن راح نضيف يساوي راند طبعا هذا النص أقدر أتحكم به ومن حجم الخط وبولد وأقدر مثلا كشيدة صغيرة وأيضا مثل ما تعلمنا نقدر نلغي حجم الأفن نقدر نلغي المخطط التفصيلي بلا مخطط التفصيلي ونقدر بلا تعبئة مثل ما تعلمنا صار عندنا إطار جميل ونص بداخل هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر